بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بكم في حلقاتنا النهاردة وحلقاتنا النهاردة من حلقاته الميزة جدا عن السيفود دايما السيفود من أكاة الميزة قوي بس الطريقة بتختلف من شيف لشيف أو من بيت لبيت أو من كل واحد للتاني نهاردة عايزين نعمل رز البيلة أو رز السيفود الغني بالسيفود الكتير قوي رز الأصفر اللي بيكون شكله حل وطعمه أجمل وعايزين نزبط تسويت كل حاجة في السيفود يعني دايما بيجيلي طبق السيفود فيه كلماري فالكلماري بياخد سوى كتير جنباري ما بيلحقش عايزين نزبط دي ونعمل دمع بعض وفي الآخر نعمل طبق رز البيلة من الأكلات الأسباني الأسباني هم صحاب الوصفة يعني الرز البيلة ودايما بنقدمه في الفنادق أو بتقدم فنادق بشكل مميز أي طعم جيم نهاردة هنعمل ده في البيت طريقة سهلة قوي محتاجين ميكس سيفود بقى أي حاجة موجودة عندي يعني نهاردة عندي جنباري كلماري الذين عندي كندوفلي، عندي بلح بحر، عندي كبوريا ممكن احط كبوريا صوابع، ممكن استغنى عن حاجة زوّة حاجة، مافيش أي مشكلة خاصة بعد كده عندي المكونات اللي بيعمل بيها الرز البيلة، عندي كيلو من الرز البلدي او الرز المصري كباية من الفلفل بالوانوس كباية من الطماطم المكعلبات الصغيرة معلقة كبيرة من التوم، كباية من البصل المفروم أو المبشور في الكبه معلقة كبيرة من عصير اللامون مية بنقية معأني عشervة نام فيها بعد كده معلقة كبيرة من الضعفران البودرة معلقة صغيرة من الكركم معلقة صغيرة من البابركة وملح وهنا طبق السفود بتاعنا الموضوع بسيط جدا بس أهم حاجة بتاخد تسوية أو أخطر حاجة بتاخد تسوية في السفود هي الكلماري والكلماري من الحاجات الجميلة قوي اللي مظلومة معانا في الأكل يعني دايما الكلماري فوايده كتير قوي بس للأسف مش واخد حقه في كل بيت يعني فأنا عايز أخلي الناس تحب ده فلازم أخدمه وسويه صح هو بياخد تسوية شوية فلازم أعمله أول حاجة ولازم بقى نحط حلة على النور كده ويأقطع السفود مكعبات زي ما أنا بعمل كده مكعبات صغيرة ودي كده الكلماري بتاعي طبق أنا عايز أعمل تدبيلة تخليلي السفود بتاعي يبقى مميز قوي عندي إيه نبقى من الحاجات دي هاخد إيه هاخد اللمون ادي كده عصير اللمون واخد معلقة من التوم ممكن أزود معلقة جنزبيل فرش هتزبط لي برضو الطعم قوي بعد كده عندي البابريكا والكوركوم ممكن أخد سنة برضو خدع عشان ميبقاش الرز بس هو اللي ملون وسنة من الزعفران البودرة وشوية من البصل يعني تنويع كده أنا بقسم الاتنين إن هما في الآخر هايبوا مع بعض فأنا بما إن هما هيبوا مع بعض لازم أخلي فيه ميكس في كل حاجة وأنزل كده على دول وأقلبهم ويه الجنباري بقى ليه ما حطتش خلى على التدبيلة يشيف عشان الجنباري مش عادة بوزه الجنباري اللي الجماعة لو تحط عليه خلي بينشف وبيعمل زي بلاستيك مهما كان نوع مجمد أو فرش لو تحط عليه خلي بيبوز فأنا هنا جاي بواحدة الجنباري فتح الظهر من الضفه كويس وشايل الرجول عشان الناس اللي بتدايق من شكل الرجول يعني فيه ناس بتاكلوا عادي مفيش أي مشكلة خلص فأنا عامل ده عشان في الآخر أعمل حية كويسة طب الجندوفلي ولح البحر بتغسله إزاي بتحطه في حاجة فيها مية حلة مثلا أو قلبة كبيرة كده حط فيها مية كتير وأنقع فيها الجندوفلي قبلح البحر شوية وأم غسله كويس وبعد كده أم أخذه على مصر وفتح الحنافية وأفضل أخسل فيه وأقلب فيه عشان لو فيه رملأ ولا حاجة تنزل بعد كده هياخد كل الحاجات دي معادة الكلماري وأحطها فين في التدبيل طب قبل ما أعمل ده لخطوات كتير شوية بس في الآخر أنا أخليك تعمل حاجة عظيمة أم أخذ حلة تسخن قوي على النار وإحنا قلنا إيه الكلماري هو بياخد سوا كتير فالكلماري ممكن أخذه في التواصل هنا أو في الحلة شوية عشان أنا عايزة أعمل الرز لوحده والسفود لوحده بس أنا عايزة الرز يبقى واخد من طعم السفود فهعمل إيه بقى أم أخذ الكلماري بتاعي كده بسم الله وأم نازل في الحلة بتاعي بسم الله كده ولازم تكون حلة سخنة الأول وأم أخذ معلقة من التدبيلة دي طب قبل ما أحطت التدبيلة حط عليها ملح وفلفل وكمول هذه الملح وفلفل ودي الكمول خلاص كده خلصنا كل الكلام ده همواخد التدبيلة ونازل بيها هنا أنا بعمل كل ده في حلة الرز عشان الرز ما بقاش واخد مرأة يعني فيه أماكن أو فيه ناس بتحط مرأة على الرز أنا مش عايزة أعمل كده أنا عايزة أخد الطعم الأصلي بتاع السفود وأسوي كده كتير وأسيب ده على النار لمدة 5 دقيقة أو 10 دقيقة عشان قلنا الكلماري بياخد تسويق أكتر خلاص كده استوى الكلماري بتاعي أو سبته 10 دقيقة على النار وبتده يكش كده ويستوي همواخد بقى إيه شوية الفلفل مع شوية البصل مع كل الكلام ده والكابورية هنا أنا سليقها الكابورية مش لسه أو مرات استوي أنا سليقها وهنزل بكل الكلام ده مع بعض وهبطيدي بقى أقلب أعمل الميكس من السفود الأول طب هلا أنا أحط عليه الرز هنسوي ده وبعد كده أقول لكم أنا بعمله الزي استوي كده السفود بتاعي بس أنا لو حطيت الرزة عليه هيتهلي فهو مجاي بتصة تانية كده بسم الله الرحمن الرحيم نازم بكمية كبيرة من السفود والباقي هنزل عليه بالرز وقبلها هحط بعيدة البهارات بتاعتي وازبط بقى الملح بتاع الرزة هنا كده وعندي الكاتل شغال أو حلة مية على النار عشان الرزة بتاعي لما يبقى سخنة والمية سخنة كده ما بيخدش معي وقت كبير كتير قوي نص ساعة وهي هلاقي الرزة بتاعي جهدوس بقى لما أقلب كده كل الكلام ده مع بعض وبتده الرزة ياخد اللون وفكركم هنا مش كفاية عشان يديني اللون الأصفر الجامد قوي اللي أنا بشوفه ده وشوية السفود بقى هنا دول هيبقوا حاجة عظم أولا أقلب كده وأسيب الرز يسخن بتاعي على النار كده خمس دقائي الرز دايما نتعامل سخنة مع المية سخنة بيفرق كتير وأروح بقى أجيب المية والمية هنا بتبقى أقول الصباع أزيد من مستوى الرز ودي تقليبة كمان بقى كده عشان السفود يتوزع على كل حلة الرز بتاعتي ناخد اللي في الجناب دول وهنا ممكن أدوق المية دي ملحاها مصبوط ولا لا لو أنت مش قادرة تصبوطي أو تتحكمي في ملح متاع الرز بعد كده هسيب الرز يشرب المية وأروح بقى على السفود هتديله سنة مية كمان وسيبه بقى على النار كده عشان يستوي كويس بس محتاج برضو أن أنا أغطي السفود عشان يتكمر كويس بحيث أن كل حاجة في الدوب على ما يكون الرز بتاعي استوي دي طريقة والطريقة التانية أن الرز أول ما يقرب يستوي هم حاطة السفود كله على الوش قبل عبر ربع ساعة يعني وعشر دقائي وأما أغطي وصيبه بقى إيه يطلع يستوي من البخار اللي خارج من الرز هغطي الرز بتاعي بعد ما يتشرب المية وهدي درجة الحرارة للنص عشان الرز بتاعي ما يتحريش أو ما يشاياتش ونرجع نقدمه مع بعض رز البيلة إلى سبايا استابة كده الرز بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم هبتدي بقى أقلب الرز بقى بصو الرز وجماله كده والسفود فيه بس هنا السفود مش كتير لدرجة إن نمغرق رز البيلة بس أنا هنا بقى إيه عشان لما أقدم الرز بتاعي خليفت السفود لوحده عشان لما أقدم الرز وقعدم الرز وبقى كده أحط السفود بقى الكتير قوي عليه نفتح معه مع بعض كده السفود بسم الله الرحمن الرحيم بصو بقى كده إيه حاجة يعني إيه للآخر هنجيب بقى لصانية أو طبا اللي نقدم عليه الرز الأول وبعد كده نحط السفود ونسيب السفود سخن كده دايما عشان يبقى طالع بيدخن كده على السفر بتاعتنا قادي كده عندي سرفيز كبير أو طبق كبير هنزل عليه بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده بالرز شوية السفود برضو اللي سبناهم في الحلة عاملين فرق كبير قوي وهنا مش محتاجة أطعم الرز بتاعي بمرقة ووزع بقى الرز هنا بعد كده هاخد بقى كل الكلام الجامد ده وبتدي رزه بقى الناس اللي بتحب ايه تهتم بالشكل قوي يعني هيتبسطوا من هنا جدا ناخد بقى الجنباري كده باسم الله الرحمن الرحيم نبتدي نحط الجنباري على حروف الرز بلح البحر بقى الجندوبلي والكابوريا اللي في النص دي ناخدهم بقى هنا كده هم وممكن نرفع الكابوريا ونحط بقية الحاجات دي وشوية السوسة اللي تحت دول يعني حاجة ايه فوق الخيال ننزل بقى بدول هنا ممكن ناخد بقى لحيا في الجم على الناحية التانية نوزع كده بحيث ان يبان ان احنا عاملين تشكيلة كبيرة قوي وان الرز البالة النهاردة او المراضي مختلف عن اي مكان كاننا فيه ده قبل كده الحاجات الصغيرة دي بتفرق كتير قوي مع الناس ان يلاقي بلح بحر وكان دوفلي دايما ما بلاقيش حد بيحب كل حاجة من السيفوت دايما كل واحد كده بيحاب حاجة معينة وكده عملنا رز البالة اشتركوا في القناة